إخفاق أمني يهز إسرائيل ويطال جهاز الأمن العام الشباك الذي أجاز لعامل نظافة بالعمل في بيت وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس على الرغم من خلفيته الجنائية التي قادته إلى التخبر مع جهات إيرانية وعرض معلومات خاصة من بيت جانس للبيع تفاصيل القضية أثارت الجدل لدى الرأي العام في إسرائيل كون بني جانس أحد القادة السياسيين الذين تتوجب حمايتهم بشكل كامل هم أفراد أسرهم ولسيما أن جانس في تكليف سابق كان رئيسا للحكومة بالوكالة أعتقد أنه كان هناك فشل في إجراء تحقيق شامل في القضية هذا يمثل إشكالية لأن لديه خلفية مريبة بالمقابل يرى خبراء إسرائيليون أنه رغم إخفاق الشباك بالسماح بتوظيف جورين فإن هذا الحدث لا يعد إنجازا لطهران لأن جورين هو من قام بتجنيد نفسه للعمل لصالح مجموعة قراسنة بلاك شادو المرتبطة بإيران والتي كانت ضمن قائمة الجهات التي يتتبعها الشباك والأمن الإسرائيلي والتي يصنفها على أنها إرهابية أو تتعامل مع جهات إرهابية جهات الأمن العام يريد التخفيف من ما حدثها ولذلك يقول أنه هذا ليس بمثابة تجسس وإنما أعمال عربدة والذي كان يريد هذا الشخص الحصول على أموال وهو لم يعرف من هم البلاك شادو أو الضل الأسود وتكثفت حرب السايبر بين إسرائيل وإيران خلال السنوات الماضية تعرض خلالها هاتف جانس للاختراق قبل عامين لترفع أصابع الاتهام في حينها نحو قراسنة إيرانيين الإخفاق الأمني الكبير للشباك بالسماح للمواطن جورين للخلفية الجنائية بالعمل في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانس زاد من مخاطر توظيف أشخاص يعانون من ضائقة مالية في الأماكن الحساسة في إسرائيل جمانة خديجي العربية القدس الغربية